قبل أيام قليلة من قضاء عام كامل على الغزو الروسي لأوكرانيا الرئيس الأمريكي جو بايدن يوجه رسالة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لا تحتاج لتأويل أو تفسير عبر زيارة مفاجئة غير معلنة لكييف نتائج زيارة بايدن التي تحمل في طياتها دلائل سياسية وعسكرية لم تتأخر بالظهور للعلن ولم يترك بايدن فيها مجالا للتحليل والفرضيات معلنا عن دعم عسكري جديد لأوكرانيا يتضمن حزمة مساعدات بقيمة خمسمائة مليون دولار مؤكدا تسليم أوكرانيا معدات تشمل ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدروع ورادارات المراقبة مشددا على أن بلاده ستعلن عن عقوبات جديدة على شركات روسية في الأسبوع الحالية وستقدم مليارات للحكومة الأوكرانية لدعم أوضاع مواطنيها كما تعلم بعد عام واحد تقف كييف وتقف أوكرانيا الديمقراطية تقف والأمريكيون يقفون معك والعالم يقف معك كان هدف روسيا هو محو أوكرانيا من الخريطة لقد فشل بوتين في حربه التي شنها لغزو أوكرانيا فقد الجيش الروسي نصف أراضيه التي احتلها من قبل وعشرات آلاف الشباب الروسي الموهوبين يهربون ولا يريدون العودة إلى روسيا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي شدد على أهمية الزيارة التي رأى أنها تكتسب أهمية قصوى وتعتبر إشارة قوية على دعم جميع الأوكرانيين على حد تعبيره مشيدا بالدعم الأمريكي الذي تلقته وتتلقاه بلاده متمنيا أن يكون العام الحالي عام الانتصار لكييف نتائج هذه الزيارة ستكون بالتأكيد ملحوظة في ساحة المعركة في تعزيز جنودنا وفي تحرير أراضينا لقد أرسى قرار الولايات المتحدة بتسليم دبابات عبرامز إلى أوكرانيا الأساس لتحالف الدبابات إن التقدم في مجال الدفاع الجوي مهم تاريخيا وها هي صواريخ باتريوت لحماية مدننا هذا تعزيز أساسي حقا فهل تشهد الأيام المقبلة نقلة نوعية في سير المعارك على الأرض الأوكرانية أم إن بوتين وقواته عازمون على تحقيق مكاسب في الذكرى الأولى لبدء غزوهم لأوكرانيا بخلاف ما عجزوا عنه في عام كامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر